طيب نروح لخبر آخر وموضوع آخر وشنت الرقابة الإدارية عدد من الحملات في المحافظات على دور رعاية الأيتام والأحداث وكشفت هيئة رقابة في حملة محافظة سهاج وجود مخالفات في دار أيتام بيت الرحمة ودار أيتام تحسين والصحة وكان من أهم تلك المخالفات وجود صرصير داخل السمنة ولحوم فزدة وأدوية منتهية الصلاحية وأدوية مجهولة وأخرى منتهية الصلاحية وقام مراقب الأغذية بالتحفظ على ثلاثة أواني من الألومنيوم تظهر عليه علامات الشحم والحرق وقال مالك فتحي أخصائي أطفال في المستشفى في يوم العام والمرافق تمام للحملة هناك إن حالة الأطفال الصحية بتدل على إنهم مكلوش من شهر وفي أسيود تم العثور على علب ألبين أطفال منتهية الصلاحية داخل صيدلية إحدى دور الأيتام بمركز الفتح وأمرت هيئة بإعدام الكميات التاليفة منها في الأقصر أثبتت الرقابة الإدارية من خلال حملتها وجود حالات من العنف بين الأطفال كما كشفت كمان الرقابة الإدارية في الدأهلية وجود مخالفات أيضا في دور الأيتام منها سوق الرعاية الصحية وتم عزل مدير المؤسسة بسبب الإهمال الجسيم وسوق النظافة والسلوك التربوي السيء وإعدام أطعمة وأغذية بالمخزن يعني إحنا دخلين لسه بنقول دخلين على يوم اليتيم بأول جمع من شهر إبريل من كل عام ودايما عندنا لها الجمعة القادمة على طول وبنقول إن إحنا عندنا مشكلة كبيرة جدا في دور الأيتام عندنا ما فيش رقابة عندنا الأشخاص اللي موجودين في المؤسسات دي يعني غير أهل لهذا الإدارات نفسها اللي موجودة في هذه المؤسسات ما فيهاش أي نوع من أنواع الرقابة والأشخاص اللي بيعملوا فيها ما عندهمش أي ضمير إن أنا يكون عندي فساد في الأغذية اللي بتتعامل أو بتقدم للأطفال هناك ده الشق الآخر التعامل الغير أدامي مع الأطفال الأيتام هناك يعني إحنا طبعا مش بنتكلم بشكل عام ولكن بنسبة كبيرة إحنا عندنا مشاكل في دور الأيتام في مصر عندنا مشاكل لإن ما فيش مؤسسات بتروح تتابع وتشوف الأشخاص اللي موجودين هناك دول بيعملوا إيه ما فيش مؤسسات عندنا أو جهات رقبية بتروح تشوف الأطفال دول بيأكلوا إيه الأكل اللي بيأكلوا ده صحي ولا غير صحي هل ممكن أن هو يؤذيهم هل ممكن أن هو يؤذي بحياتهم في بعض الأحيان فإحنا محتاجين نشدد الجانب أو الشقة الرقابي شوية على دور الأيتام في مصر الأطفال دول ممكن يخرجوا للمجتمع ويكونوا قنابل موقوطة يؤذوا المجتمع ويدروا وينشروا الفساد محتاجين نخرج أجيال صحية أكتر من كده